السؤال يقول إذا باع شخص شيئا لآخر وتأخر الثاني في الوفاء بالمبلغ للبائع فترة كبيرة مع وجود ما يثبت حق الشخص الأول هل يجوز أخذ تعويض عن فترة التأخير؟ الجواب لا شك أن مطل الغني ظلم وأن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فلا ينبغي لأحد أن يمطل وهو قادر على الوفاء ولكن الغرامات التأخرية على الديون لا تحل فهي من ربى الجاهلية كانت طريقتهم إذا حل أجل الدين ولم يجي المدين وفاء يقول له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي يتدفع يتزود أي أن تدفع زيادة في مقابل التأخير في قرار ذكرناه مرارا في حلقاتنا هذه لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا حول الغرامات التأخرية لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون سواء كانت ناتجة عن قرد نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقصيط أو بالأجل ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء لكن ليس من بينها فرض عقوبات مالية على التأخير ثم أردف القرار فقال لا حرج في الغرامات التأخرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الأصل فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات لو اتفقت مع بناء مع مقاول أن ينجز لك عملا يسلمه أول السنة مثلا قل لو كل يوم تأخير بألف ضلال جائز لأن محل الالتزام ليس من بلغا من المال إنما هو عمل من الأعمال ففرق بين الغرامات التأخرية في الديون والغرامات التأخرية في العقود بارك الله فيه اللهم هدنا سواء السبيل رب